ما الفرق بين الأفعال الثلاثة؟ في اللغة الإنجليزية المستخدمة في بريطانيا British English rent and hire معناها أن يدفع الشخص مبلغا من المال مقابل استخدام شيء ما ولكن تستخدم rent عند استئجار شيء ما لمدة طويلة مثل rent a house يستأجر بيت أما hire في اللغة الإنجليزية المستخدمة في بريطانيا فتستخدم عند استئجار شيء ما لمدة قصيرة مثل يستأجر سيارة أو دراجة أو فستان أما اللغة الإنجليزية المستخدمة في أمريكا American English تستخدم rent مع كل العقدين طويل الأجل وقصير الأجل فنقول rent a house وrent a pike أما كلمة hire في اللغة الإنجليزية المستخدمة في أمريكا فلها معنى مختلف تماما وهو يوظف hire an employee أي يوظف شخصا ما أما let تستخدم عند التعبير بأن الشيء متاح للإيجار مثل room to let أو offices to let أي أن الغرفة شاغرة أو أن المكاتب حاليا شاغرة ويمكن استئجارها ترجمة نانسي قنقر أعطان منêuرا iste